الخبر الأول اللي عدنا عن مملكة القصص ووصول قناته باليوتيوب للأربعمائة ألف متابع فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ألف مليار مبروك وأقبال مئة مليون يا رب طبعا الصراحة هذا من أكثر اليوتيوبر اللي يستهل هذا الرقم اللي وصل له فإن فعلا يتعب على محتوى بالصراحة إن هو يسهر على مودكم فأتمنى يا حبايا ما تقصرون لي باللايكات والاشتراكات ولنسيسوا لي حبايا بالنسبة لكوله بالكومنتات عموا تفرحون للإنسان الحزين الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأات اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هو أبو يوسف أبو يوسف نزع على سبب الإنستجرام شوية ستوريات وبهذه الستوريات أعلم من خلالها إنه رح ينزل المقطع باتر ويرد بيع لقصة الزواج وابن يوسف رح يزل المقطع للساعة بالأربعة رح تكم هذه الستوريات شوفوها على قناة لايك استيج كلمة وعيد وانا أساة أربعة تشوفوا لش رح سأساوه هيك كل شي كتب يا أبو يوسف كل شي أحط الخبر كل شي أعمل هيك والله لا أعمل لك استهابا وإيابا ماشي بك هم نشوف بعضنا أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا في يماية جمال فضيحاتها الزائف من طعب ومثبقتكم لح نزلها كلها إذا ماية ما طلعت واعتذرت بحالين الفضيحة صارت عن طارق الباشا وميا مانغو وهو نزل مقطع على قناة باليوتيوب رح تكم الرابط بالوصف روح شوفوا المقطع بالكامل عم تفتهمون الفضيحة شو نصار بيها وطعوا الناس اللي كنت هو حاجة على الفيديو كليب وعاد تفاصيل شوي عليه فروح شوفوا المقطع الرابط بالوصف الخبر الثالث اللي عدنا على المتابعين وكشوفهم الحقيقة أنس شايب وخفوا اسم نورمر من التعليقات اللي عنده أما ليس عن السبب بالمقطع اللي نزلت مع المقلب مثل ما تعرفون نوم بيسان صارت تحجي على النورمر وهو اساس نسبتها ولكن ما حطتها بالمقطع هذا الجلادين صاروا تهجمون عليهم ومن الواضح أنه أنه سوبيسان خافوا من الموضوع وخفوا اسم نورمر أما بالنسبة للدليل لو ندخل على الأخمطة نزلوا ونكتب اسم نورمر بعد روح لحكمة الأهتذ أولاً أما ندفع التعليق وتعليق الأشخاص لها الخوراية باب ننفذ بزين نروح لغير الحساب ونشوف هل التعليق لا يطلع للناس أو لا باب نغير الحساب وننزل بها التعليقات وراح لحكمة الأهتذ أولاً راح يشوف أنه التعليق ما ظهر وأنه ما تعليق ذو الأشخاص الثانيين ظاهر فاكتبونا يا حبائي بالكومنتات شركوا بذلك الخبر وحركة تخفاهم من اسم نورمر من التعليقات الثالي الخبر الرابع الذي عادنا على المتابعين وتهجمهم على أنس وبيسان إسماعيل فأنس وبيسان نزلوا على حساب أنس بالتكتوك هذا المقطع وبهذا المقطع نوعاً ما بيسان شاد لبسه ملابس زالة 18 طبعاً بس الدخلون على التعليق راح يشوفون أن كل التعليق يتهجمون بي عليهم ولتهجم أيضاً جيش نارين بيوتيو جيش نورمر شوية ستوريات وبهذه الستوريات يقولون بيها أنه بالبث المباشر كان المال التبرع جمعوا 188 ألف دولار ولكن الرابط مع التبرع ما زال مشتغل لحطوكم رابط الوصف لحبل نكمل التبرع فأناس يقول لازم نوصل 200 ألف دولار عمودة يتبرعون لكل عائلات فراحطوكم رابط الوصف وشهر الستوريات انا سهلاً شاء الله تكونوا بخير أوكي جماعة جاييكم من الآخر بتحدي جداً جداً بسيط مبني عن القصة التالية متذكرين كيف قلنا بآخر البث الماضي أنه وصلنا لـ 167 ألف دولار من التبرعات للاجئين لـ UNHCR اللي اكتفتوا أنه بعد ما خلص البث الرابط ظلو شغال ووصلنا لـ 184 ألف يعني قدرنا مع بعض كلياتنا نساعد أكتر من 950 عائلة وبصراحة الخبر هذا اللي عرفته اليوم خلاني اطمع شوي طب نحنا فيدنا نوصل لـ 200 ألف فيدنا نساعد أكتر من ألف عائلة فيدنا نعمل شغلات أكتر مع بعض فالرابط راح تركه تحت ولكن هعمل تحدي التحدي هو كالتالي أنا مستعد أعمل أي شي يا جماعة أي شيء له علاقة بالبرد مستعد نطل به المسباح هات درجة حرارة هلأ 15 مستعد حظ أد ما بتكون تلش فيه ونط إذا وصلنا لـ 200 ألف أو حطوا أنتوا أي فكرة هون وأنا مستعد أعمله إذا وصلتونا لـ 200 ألف يا جماعة فينا نساعد ناس أكتر فينا نكسوا عائلات أكتر فار ويصولوا هنا وصلنا هاته المقطع اشتركوا في القناة وشوفوا مقطع طارق الباشا بالوصف وشتركوا في القصص مع السلامة